السلام عليكم ورحمة الله برحب الجميع في كل مكان اهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات كل اكشن برحب بكل متابع القناة النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض تطبيق سهل وبسيط ليه شرشيب العقدة اه يعني بجد من الاكسيسور السهل جدا واللي اه حقيقي لما بنضيفه على القطع بيديها شكل مميز اوي اه هنعمله بطريقة سهلة جدا يلا بينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق مع بعض. الادوات اللي هنحتاج لها هنحتاج طبعا ليه الخيوط اللي هنشتغل عليها اه باي خامة متوفرة عندك اه يعني ممكن صوف قطن او حتى خيوط التشيرت ممكن تعمليها اه كمان من اه الخيوط القنفال هي رفيعة اه اي خيوط متوفرة عندك سواء كانت صوف مقراماة فرنساوي اي حاجة تمام انا هستخدم هنا مقراماة فرنساوي اه اه رفيعة كده وهنحتاج لقطعة كارتون كارتون عادية جدا بس تكون قوية شوية اه بالنسبة لطولها يكون طول الشرشيب اللي انت محتاجه يعني لو محتاجة الشرشيب قد كده يبقى هتعمليها قد كده اصغر شوية هتصغريها وهكزا تمام يبقى بنعملها كده بمقاس مناسب على الشرشيب طول الشرشيب اللي احنا عايزينها و اه هحتاج لابر الكروشيه تكون رفيعة شوية انا هستخدم رقم اتنين مليمتر واحتاج للمقاس اول حاجة هنعملها على قطعة الكارتون اللي عندنا اهي وهبتدي ان انا احط طرف الخيط تحت كده وامسكه بأيدي وبعدين هلف على طول الكارتونة اه اللي انا اه عملتها شايفين بالف داير ميدور الكارتونة كده وخلي بالي انه ما شدش الخيط وانا بالف علشان اقدر اطلع الخيوط بتاعتي بعد ما انته تمام كده فبالشكل ده كده هفضل الالف طيب بالف فقد ايه بالف اه بالصمك اللي انا حبا بيه الشرشيب يعني لو عايز اخيطها كتير فبالف كتير لو عايز اخيطها رفيع برفع وهكزا انسي اللي بتتحكمي في صمك الشرشوبة اللي بتعمليها من اه كمية الخيط اللي بتلف فيها على الكارتون فانا هفضل الالف بالشكل ده كده لحد اما اوصل لصمك مناسب مت هيقلي كده واصلنا لي صمك مناسب على الخيط شايفين معايا كده هبتدي دلوقتي اعمل ايه في نفس المكان اللي انا سبت فيه الخيط تحت هبتدي ان انا افصل الخيط اللي باشتغل منه كمان هاخد قطعة من الخيط تكون طويلة شوية بالشكل ده وهقطعها هبتدي اجيب الكارتونة مش من ناحية الخيوط اللي انا فصلتها اللي هي اطراف الخيط لأ من الناحية التانية ويه بابرة الكروشير وفيعة دي ما قلتلكم انا هستخدم اتنين مليمتر احاول ادخلها من اسفل كل الخيوط اللي انا لفتها شايفين معايا ما سيبش ولا ولا فتلة واحدة كلها كده من الناحية التانية وهدخلها وهبتدي اسحب بيها الفتلة اللي معايا بالشكل ده كده تمام اهس سحبت الناحية التانية هعمل ايه دلوقتي هطلعها الفوق واساوي الاطراف بتاعتها تكون متساوية كده وحافز عليها كويس جدا وبعدين هطلع الخيط بقى من على الكارتونة هسحب الخيط اللي انا لفيته ده من على الكارتونة الشكل اللي احنا شايفينه كده وخلي بالي برضو من اطراف الخيط عشان ما تروحش معايا على الاتجاه التاني تمام هديني خرقت الخيط كله اهو كل اللي انا هعمله الفتلتين اللي انا مسكاهم اهو وتهبتدي ان انا اعقدهم عقدتين وربع ربط عادية بالشكل ده بس اعقدها جامد وفي نفس الوقت هاعقد عليها عقدة تانية تكون قوية برضو تمام كده هعمل ايه دلوقتي مكان الكارتونة اللي كانت موجودة على منتصف الخيوط هدخل كده وتأكد ان انا على المكان السليم وان الخيوط كلها بالمناصفة كده بالشكل ده كده شايفين مكان الكارتونة تمام هبتدي دلوقتي اجيب المقص ويفضل ان انا استخدم مقص يكون طويل شوية وهنزل تحت بس هنزل تحت واشد ايدي قوي علشان الخيوط تتفرد معايا وفي نفس الوقت همسك كويس وابتدي اقص كل الخيوط دي من بعضها بالشكل اللي احنا شايفين وكده شايفين معايا كده بالشكل ده تمام دلوقتي هعمل ايه بنفس الخيط هو هو هجيب كمان قطعة آآ خيط او فتلة تكون طويلة شوية زي ما احنا شايفين وهبتدي ان انا انزلها اسفل كل المجموعة آآ بتاعة الخيوط بالشكل ده كده وهزب الخيوط آآ لتحت وبالفتلة دي هخلي منها طرف طويل وطرف قصير بصوا معايا كده في طرف طويل اهو طرف قصير هعمل ايه هعقد نفس العقدتين هربط ربطة عادية خالص وكمان ربطة بس قبل ما اربط الربطة التانية اتاكد انه الخيوط آآ مجدودة لتحت كده بشكل آآ مزبوط وهبتدي دلوقتي اعقد العقدة التانية برضو تكون عقدة قوية شوية بالشكل اللي احنا شايفين وكده شايفين في فتلة قصيرة وفتلة طويلة الفتلة القصيرة دي هعمل فيها ايه دلوقت هسيب الفتلة الطويلة ديت على الاتجاه التاني كده والفتلة القصيرة هاجي بابرة الكروشيرو فياعة وهدخل اسفل العقدة او اسفل الخيط اللي انا لفيته على مجموعة الخيوط شايفين هدخل اسفل الفتلة اهو هشد الطرف القصير اسحبه للداخل ولما يدخل معايا كده هشده وخليه مع باقي الخيوط اللي تحت شايفين اصبح ده شكل آآ القطعة بتاعتي واصبح عندي طرف طويل اهو على الربطة اللي انا ربطتها هعمل ايه دلوقتي بالطرف الطويل ده وهبتدي الفة على نفس المكان اللي عقدت فيه بالشكل ده كده هلف قد ايه لفي لفتين تلاتة اربعة المهم انه يكون شكلها كويس ومزبوط بالشكل اللي احنا شايفين وكده بتلف لحدة ما تلاقيها مزبوطة معاك يعني شكل العقدة دي يعني شكلها حلوة على الجزء اللي انت اشتغلته بالشكل ده كده تمام فدلوقتي هعمل ايه بنفس الطريقة بقى بابرة الكروشيرو فياعة وهاجي اسفل الفتلة اللي انا لفيتها كزا مرة وحاول اخش ما بين الكام فتلة اللي انا لفته شايفين مش هخش من تحتهم كلهم ولكن في المنتصف كده ما بينهم يعني تمام وهسحب طرف الخيط المتبقي اللي انا كنت بلفه اللي هو الطرف الطويل هسحبه للداخل بالشكل ده كده وبرضو هسحبه لأسفل علشان يكون مع باقي الخيوط تحت انا كده اعتبر انتهيت كل اللي انا هعمله دلوقتي ايه شايفين معايا كده همسك الخيوط من تحت وابتدي اهزبها بالطول اللي انا عايزاه بالشكل ده كده وابتدي بالمقص اقص الزيادة اللي انا مش محتاجها اخلي الخيوط كلها طول واحد شايفين بقت جهزة معايا وخلي بالي انه الجزئين اللي هم فوق دول انا ما بتخلص منهم الا لما بستخدم القطعة يعني الفتلتين اللي بيبقوا فوق دول هم الفتلتين اللي بسبت بيهم الشراشيب على اي قطعة باشتغلها وحبه ان انا اضيف الشراشيب عليها ده تطبيق النهاردة زي ما احنا شايفين قد ايه كان سهل وبسيط بس رغم انه سهل جدا الا انه بجد لما بدي فيه على اي قطعة بيديها شكل مميز قوي بنديفه على الشرنط على المفارش على اطراف الشلان يعني بجد من التطبيقات المفيدة وشايفين انا اشتغلته من خمات مختلفة ده اشتغلناه من المكرمية الفرنسوي مع بعض وده من الخيوط الصوف وده من القطن وده من خيوط القنفاء الروفاية جدا اللي هي بالشكل ده كده شايفين معايا كمان تقدر يتعاملين من خيوط الحرير من الخيوط العادية من خيوط التشيرت اي خامة متوفرة عندك وحابة تشتغلي منها نفس التطبيق بنفس الطريقة وبنفس التكنيك اتمنى تكون تطبيق نهاردة كان مفيد وعجبكم وياريت كل الاستفاد ما ينساش يعمل اللايك اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديد على قناة كولكشن وفعلوا شارط الجرس يوصلكم كل جديد اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة